القصة كانت بداية أن هذه السنين كانوا بعض تدوينات التي كنا نتقضي فيهم تدبير الشأن المحلي و تدبير المرفق العمومي وهو جامعة القلعة من طرف الرئيس السابق و كانوا أغلبية للتدوينات كانوا عبارة عن تساؤلات كما قلنا عن تدبير الشأن المحلي و المرفق العمومي و الرئيس السابق الجامعة مشارف عدعوها طال فيها تعويض 30 مليون سنتيم و كانوا في السكة التهم كانوا إيهانة موظف عمومي و وشاية الكاذبة و أيضا سبه و القدف المحكمة في المرحلة البتدائية التقاضي حكمت بشهرين الحبس موقوفة تنفيذ و غرام ألفين درهم و تعويض المطالب الحق المدني خمس ألف درهم من بعد المرحلة السنف رئيس السابق جامعة قلعة السنف و المحكمة سقطت تهم إيهانة موظف عمومي و وشاية الكاذبة و حتفتت فقط بالسبه و القدف مع الرفع من تعويض من خمس ألف درهم إلى خمس أشر ألف درهم وتحميل الصائر الصائر اللي مجملا مع تعويض كي يعادل عشرين ألف درهم الأغلبية الحمد لله ساهموا من الساكنة يعني كي يجي كنأخذ عندهم كنأعطهم أوراق نقضية كي يعطوني الربعوات اللي عندهم أغلبية ديال البقالين ديال النسي كي بيعوا البيض هذا ساهموا تهوما يعني كتكون شيطاشي حاجة بحلاكة ربعات ريال جد ريال درهم هذا يقول لك زيدها ليس مشكلة هذا الشيء اللي يقع في هذه العملية من الطرائف اللي يقعوا في هذه العملية الجمع ديال هذا النقط هذا هذا العمال النقدية فيها الريالات فيها جد ريالات فيها 4 ريالات فيها 10 ريالات وفيها الدرهم وفيها دير 5 درهم وفي ود قضاء حضر ورناها المبلغ ككل بدأك يتراوغ أول قلت لك حسبهم قلت لك درهم حسوبين راكين قاعت مما دي مصولي كينين ديال البنكة من بعد قلت لك شكونا غاية يديهم معي قلت لك ديهاهم ما حسبهم وستسلمهم أعطني لمحضر ديالي بليس سلمتي قلت لك دي ميمكشن ديهم وغادر لا ده كان مرحلة ديال التبليغ في الأول جاب لي التبليغ للمكان فين كنت كنت تشتغليك الساعة كانت عندي تغطية في التدشينة ديال عيد العرس فلاني للسيد رابغة في الأجل دي العشرة أيام قلت لي ماشي مشكلة من بعد تنفيذ الصونة لي قلت لي ويدي 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 الفلس قلت لي رواج دي لهم هاتش ديكين هو في الحقيقة تصدم لي أنه يمكن أول مرة سيشوف التعويض بهذه الطريقة هذي أنا قلت لي أن تكدر العمل ديالك يعني اللي ممكن أنك تدره هو أنك تحسبهم إلا ما كانش راكين طرق أخرى ممكن لتجأوا الرئيس المحكامة ممكن لتجأوا الكتابة الضبط وذلك ساعة هم يحسموا المهم المبلغ رأى حد الآن باقي متواجد باقي في الحفظ الصون وقت ما بغي يتسلموا المفوية القضاء ويتسلموا المطالب الحق المدني مرحبا هذا وراء واجد يأخذوا وقت ما بغي إن شاء الله الحمد لله أنا ناس كبار في الصين فاش كتقول لي ما وديها الحيتيات ديال لهذا المبلغ هذي على شك نجمعه بهذه الطريقة هذي لأنه يتعجب الإنسان فاش كتجي كتعطيها متلان قوليك أنا ألف درام كتعطيها ليها من فئة ديال ١٠ درام خمسة د الرئاب وكتدي عندوها ريالة الربعة وت منهم بقالين منهم منهم دي السوبير مارشيل اللي كبار منهم الناس كيبيعوا البيض منهم ناس اللي في السوق اللي كيبيعواهما البيض كتقول لي شك نشة الربعة وات كتخلصهم لك يعطيك ربعوات فاش كتقول لي هالحيتي يدير كادا كي يزدي سامتا ودرها من جدرام وكيبدي يعطيها هكا بسكين وهارسالة لهم كان قوليهم يستمروا الأمام لأنه حرية التعبير في المغرب بهذه الأحكام و بهذه التصرفات هادو ما كانتش أنها غضي الأمام والحمد لله كانت منه أنهم يبقوا في هذا النظال ديالهم وفي هذا هذا وكان بغي نشكر جميع المناضيلي اللي كفل قليعة هنا يا جميع الأصدقاء اللي يتعاونوا معنا ما يحتاج معنا هذا المبلغ هذا كامل وبهذه الفئة هدي دي ربعات ريالات والريالات والجد ريالات اشتركوا في القناة